اسماء متفهمش داخلت ازاي النادي الاهلي بسي الله اللحاصة اللحاصة النادي الاهلي اعلن النهاردة طبقا اللي كنا نهلكم في الثمانية واربعين ساعة الماضية عن تجديد عقد محمد هاني زغير ايمن الفريق لمدة ثلاث سنوات قادمة لعب انهى كافة الاجراءات الادارية والمالاية الخاصة بالعقد الجديد ويأكد على ساعته باستكمال مشواره مع النادي الاهلي زي ما قلت لكم ده تأكيد للمنال حضراتكم في حلقة الامس تحديدا محمد هاني هياخذ من النادي الاهلي كان بقى هياخذ من النادي الاهلي 38 مليون جنيه بواقع 12 مليون جنيه في الموسم الاول 13 في الثاني و14 في الثالث وقلت لكم اول امس انه محمد هاني كان عايز ياخذ 50 مليون جنيه في الثلاث مواسم والنادي الاهلي بالاتفاق مع محمد هاني توصله للصيغة دي انهم يبقوا 38 مليون جنيه فقط في الثلاث مواسم فقط حد قال لي فقط 38 مليون فقط هقول لك والله بالنسبة للأرقام اللي بنسمعها بقيت 38 جنيه فقط وعلى قال المحمد هاني بيلعب بيقدي يعني بيقدي كويس طبعا مودي ستواخل 80 مليون جنيه ويدوبك أقل بالشاي بس